سيد طلب مرحبا بك مجلس الأمن الدولي لماذا يتلك حتى هذه اللحظات في اتخاذ قرار يوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الفلسطينيين في قطاع غزة حقيقة المجلس تحرك بصورة معقولة إلى حد كبير ولكن الإشكالية دائما هي في الموقف الأمريكي الذي يحاول أن يعطل أي قرار يصدر بخصوص وقف هذه الحرب هذا العدوان الشرس على قطاع غزة الولايات المتحدة حقيقة هي التي تعطي الضوء الأخضر إلى اللحظة لكي يتمادى هذا الكيان الصهيوني في هذه العملية التي أصبحت بمثابة عار للمجتمع الدولي عندما يكون هناك هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحة والدمار الهائل والحالة العامة الموجودة في غزة التي هي ليست مسبوكة على الإطلاق في هذا القرن العشرين والواحد عشرين شاهدناها بالطبع سيد طلب ولكن الدبلوماسيون هنا يقولون أن مصير هذا القرار هو متوقف على المفاوضات النهائية داخل المجلس مفاوضات بين من ومن هنا يعني دعني أشير مباشرة للعقدة في أي قرار يصدر بشأن العدوان إذا كان هناك قرارا صريحا وواضحا لوقف فوري لهذا العدوان تأكد أن الولايات المتحدة ستقوم بأخذ حقها بالنقضة ولكن إذا كانت هناك تفاصيل تتعلق بآلية وقف اطلاق النار وكيفية اتخاذ هذا القرار وما يتبعه من مساعدات لربما يكون مقبول ومعقول لكن الوقف النهائي هذا بكل الأحوال الولايات المتحدة ستتخذ قرار حق النقض هنا المشكلة العقدة تتمثل بالموقف الأمريكي والموقف الأمريكي له تفسيرات عدة من أهمها على الإطلاق أن هذه الإدارة إلى اللحظة عاجزة عن اتخاذ قرار لوقف اطلاق النار لعدة أسباب أهم هذه الأسباب أن الولايات المتحدة تشعر أن وقف اطلاق النار بعد هذا الدمار وبعد 74 يوم أو 75 يوم من الحرب والعدوان وكل الذي جرى والصورة التي أهينت للجيش الإسرائيلي والصورة أيضا التي تشوهت للولايات المتحدة تشعر أنه علينا أن نغامر لربع الساعة الأخير كما أقلعهم نتنياهو من أجل إنجاز شيء ما لكي نقول أن هذه الحرب حققت أهدافها طيب ولكن سيد درجة السؤال الكبير الولايات المتحدة هل هي عاجزة بالفعل عن اتخاذ هذا القرار كما تفضلت؟ أم أنها لا تريد أو بالأحرى لا تريد أن تغضب ربيبتها إسرائيل في الناحية الأخرى؟ هي يعني هناك تحديين للولايات المتحدة أولا لا تستطيع الولايات المتحدة أن تسجل خاصة هذه الإدارة الدموقراطية أن تسجل على نفسها أنها اتخذت قرارا لوقف اطلاق النار ضد رغبة الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي هذا من ناحية من ناحية الثانية كل الذي يجري هو مغازلة لمجموعات الضغط الصهيونية وتحديدا الإيباك بالنسبة لإدارة بايدن لكن استطاعات الرأي تقول أن إدارة بايدن حتى لو مضى مع هذه الحرب إلى ما لا نهاية يعني فرصها بالفوز ضد الجمهوريين ضد ترامب هي فرص ضئيلة وضعيفة هنا تكمن أيضا عقدة أخرى وتحدي آخر لإدارة بايدن إذن الولايات المتحدة غير قادرة تتأرجح تحاول أن توجد معادلة يعني نصفية لنقول معادلة حل تستطيع من خلاله على الأقل المحافظة على قيمتها الأخلاقية أمام المجتمع الدولي وهي أيضا حتى هذا الموضوع هي عاجزة عنه طيب دكتور هل يمكن بشكل واضح أن نفهم بأن أي قرار في هذا الشأن هو لن يصدر نهائيا إلا بصياغة توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل بناء على رضاء إسرائيل قبل ذلك وبالتالي فإن أمريكا هي التي ستحدد نص هذا المشروع مشروع القرار وستحدد أيضا موعدة تنفيذه بكل تأكيد يعني هكذا جرت العادة تاريخيا هذه ليست قصة جديدة يعني طالما أن إسرائيل هي الحالة التي يريد مجلس الأمن أن يعالجها فسنرى أي إدارة أمريكية سنرى القوى الضغط الموجودة في أمريكا ترفض أي قرار يدين أو لا يعكس رغبة إسرائيل في تحقيق هدف ما إذن هذا هو السلوك الدائم وليست هذه الحالة الشادة هذا منذ 1943 إلى اليوم نجد أن الولايات المتحدة تتبع هذا التراث السياسي في التعامل مع قضايا إسرائيل طيب دكتور السؤال المهم الآن ما هو الطريق البديل لمجلس الأمن الدولي لوقف العضوان الإسرائيلية على قطاع غزة؟ أنا بتقديري علينا أن أسأل بطريقة ثانية دا سمحت لي أخي العزيز يعني الذي سيؤثر بتقديري هناك عاملان مهمان يجب أن لا نسقطهما من المعادة الحكومة الإسرائيلية لن تذهب إلى التعقل ولن تذهب إلى الإنسانية وستقول نعم أوافق على وقف الطاقة هذا مستبعد كليا هذه حكومة متوحشة نازية لا أخلاق لها وبالمقابل الإدارة الأمريكية لن تتطوع لكي تقول للعالم سأضغط على إسرائيل من أجل وهي إدارة ضعيفة كما شرحت قبل قليل وتعيش تحديات داخلية وتحديات خارجية لن تقول أريد أن أضغط على إسرائيل العامل الأول هو العامل الداخل الإسرائيلي رأينا بالأمس كيف أن حركة حماس يعني أبدعت في الحرب النفسية عندما أنجزت الفيديو للكبار السن من الرهائم الأسرة الذين خاطبوا رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من أجل أن لا تنسانا لا تنسانا نريد أن نخرج إلى آخر وكان فيديو مؤثر للغاية وأثر بالشارع وما زال الشارع تحت ضغط هذا التأثير العامل الثاني أيضا والذي يجب أن لا نسقطه من حساباتنا هو هذا الصمود الأسطوري للمقاومة يعني الآن قبل ساعة أو ساعة ونصف تل أبيب معظم الناس في تل أبيب لجأوا إلى الملاجئ يعني كان القصص مستمرا هل الآن نحن في 74 يوم وصواريخ تقصف مدن مهمة داخل الكيان الصهيوني وتحديدا تل أبيب العاصمة التجارية الكبرى عاصمة الترفيه والحياة إذن هذا العامل استمرار قوة المقاومة مع استمرار الضغط الداخلي على نتنياهو الضغط الداخلي من أهالي الأسرة أو من الناس العاديين الذين باتوا يرون أن جيشهم طوال هذه المدة لم يفعل شيئا إلى الآن إسرائيل مهددة بالصواريخ والجنود الإسرائيليون يموتون في غزة إذن ماذا فعل جيش الاحتلال طوال هذه المدة هذا العامل وهذا العامل العامل الفلسطيني بالمقاومة والعامل الداخلي الإسرائيلي بالتناقضات والضغط على الحكومة هذان العاملان هما سيحسم الموقف وسيحدد وقف طلاق النار وهم يتفاعل بشكل جيد طيب دكتور رجال طلب أنت هنا تتحدث عن مقاومة صامدة وتتحدث أيضا عن ضغط إسرائيلي من الشارع الإسرائيلي على بن يمين نتنياهو لكي يتم وقف هذه الحرب وهذا العضوان على الفلسطينيين ولكن السؤال الكبير الآن إن لم يكن مجلس الأمن الدولي قادرا على إيقاف العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو قادرا على إيقاف أي حرب في العالم ما فائدة هذا المجلس ولصالح من يعمل بالضبط؟ نراه فاعلا في قضايا أخرى خلاف القضية الفلسطينية هذا سؤال مهم جدا وهذا سؤال يحتاج إلى دراسة أكثر من إجابة سريعة في برنامج حواري أو في نشرة أخبار حقيقة منذ أن أنشأت الأمم المتحدة عام 1945 على أنقاض الحرب العالمية الأولى وتمت هذه التشكيلة وهذا هو الإطار الذي يحكم العالم وتحديدا فكرة مجلس الأمن والدول العظمى التي لها حق النقض في مجلس الأمن أثبتت هذه المؤسسة الدولية منذ 45 إلى اليوم فشلها في أن تكون رادعا للحروف أو رادعا لإرادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن يجب إعادة النظر بعقل جماعي للعالم في إطار جديد من أجل احتواء الأزمات وتحقيق السلام في العالم هذه المؤسسة بهذا الشكل بهذه الأطر هي مؤسسة لإشعال الحروب ولخدمة من هو قوي علينا أن نتذكر أن هناك دول أخرى سبق أن مثلا روسيا وأوكرانيا رغم الموقف قد نكون متعاطفين مع روسيا بحكم عوامل كثيرة ولكن هل توقفت الحرب؟ لم يستطع مجلس الأمن إيقاف الحرب لكون روسيا دولة عظمى لها حق النقل الدينة إذن يجب إعادة النظر في كل هذه المنظومة الدولية من أجل أن يكون هناك سلام حقيقي في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر